السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي لمساعدة المواجرين في إسبانيا وكما كل نهار جيتكم بآخر الأخبار وآخر المستجدات في إسبانيا يلكن كيهمك هذا الموضوع وبيتعرف كل التفاصيل خليك معنا تلخر وغادي تشوف كل شي بالتفصيل ورجعت معكم الإخوان وكما كل نهار جيتكم بآخر الأخبار وآخر المستجدات في إسبانيا قبل ما نبدأ نقول لكم العنوين ديالأخبار اللي غن نضروع لهم اليوم بغيت نقدم تعازي للأسرة ديال المرحوم والفاقيد الطيف العدنان ومن هاد المنبر كان ناشدوا السلطات المغربية باش تتاخد الإجراءات اللازمة في حق هاد المجريم هذا باش يطبقوا أقصى العقوبات على هاد المجريم هذا لأنه يلابقوا وكيتسامحوا في هاد الأمور هذي رأي ولدنا في خطر فلهذا كلنا عدنان وكلنا يعني يد وحدة باش نحاربوا هاد الظاهرة هذي اللي اكترس في الدولة ديالنا ونتمنوا يعني يكون القضاء عادل وينصف الأسرة ديال عدنان ويفرحونا يعني بتطبيق أقصى العقوبات على هاد المجريم هذا ندوزو نشوفو الأخبار ديالنا الإخوان ويعني من بين أهم الأخبار اللي كينا هو الكلام على الرجوع ديال اللقاح ديال أوكسفورد للتجارب السريرية كيما عرفتوا من قبل وكنت قلت لكم يعني هاد اللقاح هذا يعني يلقى واحد العطرة ولا يلقى واحد الخطأ وقالوا واحد الخطأ أنه واحد يعني من الناس اللي كانوا كيتطبقوا عليهم تجارب بنت فيه واحد المرض وخافوا يكون يعني بسبب اللقاح فوقفوا يعني التجارب وده بغض يرجع البارح السبت علنت يعني الشركة ديال أستراثينكا اللي تبعه اللي كتطور اللقاح ديالها في جامعة أوكسفورد بأن اللقاح غض يرجع التجارب السريرية من يعني من خبر خور بغيت نظر عليه من غير هذا الخبر هذا هو واحد يعني واحد تدخل عنصري ولا واحد الهجوم عنصري من جديد كان في مادريد ما بغيتش نظر عليه تنشوف العقوبة اللي غتطبق على دوك الناس اللي ذاروا دك تدخل عنصري لأن صراحة هذيك الأمور قدر بينا احنا المهاجرين نفسيا قدر يعني ما قدر يعني إلى التقاس مهاجر واحد هنا في إسبانيا فكاملين كانت تقاسوا نفسيا فغضين الحمد لله القضاء أخضى المجرى دياله والسبب غضين قول لكم علاش القضاء يعني الدخل وش نطرى بالتفاصيل يعني مني غضين وصلوا للخبر غضين بدأوا دبان هذروا أولا على الخبر ديالنا اللي قتلكم اللي هو اللقاح ديال أوكسفورد والرجوع دياله للتجارب السريرية طبيعة الحال كما قتلكم الخبر من قبل وقتلكم بأن الشركة كتقول بأن ذاك السيد هذاك المرض اللي جاه مشي بالضروري يكون من اللقاح لأن الناس كاملين ما بنعليهم تشي أعراض هو الوحيد اللي بنعلي ذاك الأعراض هذي كيقدر يكون هذي شي فيروس من قبل ويلا تطور فيه يلا هذي يلا هذي يلا هذي يلا هذي مهم اللقاح غدي يرجع أنا شنو بغيت نوصل لكم دابا وشنو بغيت نناقش معاكم فهذا الأمر هذا هو أن روسيا والصين بجوج كي يعلنوا على النجاح ديال اللقاح ديالهم يعني كان بقى كنظور 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 وكان رجع للأمر اللي قلت في اللول قاع فاش بدال الوباء دائما كنرجع عليه انتعى أن الصين وروسيا هما اللي غيبانوا باللقاح اللولين يعني دابا كنشوفو أمريكا وإنجلاتيرا من جيه وكانشوفو الصين وروسيا من جيهة أخرى كين فرنسا تهي كتحاول ولكن مازال ما وصلتش تلشي حل فيعني واش كي يظن الإنسان بأن اللقاح بهذه السرعة هذي غي يعطي هذي الفعالية وعلاش روسيا علنت عن اللقاح فاش قربت تعلن أوكسفورد عن النجاح ديال اللقاح ديالها تقريبا واحد اليومين قبل ما تعلن أوكسفورد عن النجاح ديال اللقاح ديالها خرجت روسيا وقالت اللقاح ديالي ناجح دبا صين كذلك كتقول أن اللقاح ديالها ناجح وأنه وبالأخص روسيا غادي تبدأ كتصفت يعني جرع ديال اللقاح لأمريكا اللاتينية بين قوسين أمريكا اللاتينية كنا نضروع على المنطقة اللي قريبة من أمريكا الشمالية واللي يعني تقدر تكون قوة ضد أمريكا الشمالية ففي اللول وفي الخار أنا كنقول وجهة نظر يعني هنا يلا بحح حاليا كن نقش معكم وجهة نظر ما قنقول لكمش خبر لأن هادوي وجهة نظر ديالي وقترحتها في اللول قاع فاشي الله بدالوباء وقلت بإن الأساس من هادالوباء هو أنه يباند ضعف ديال أمريكا وذك الشي اللي كان يعني من اللول من اللي بدى الوباء حتى الاخير كنشوفو امريكا يعني ضعيفة كيف مما عمرنا شفناها في حياتنا يعني قوة ديال امريكا كاملا ضعافة يعني في مواجهة وباء بسيط لي هو شابه بالانفلوانزا يعني ومشيغي امريكا كذلك الحلفاء ديال امريكا بما فيهم الاتحاد الاوروبي بما فيهم شمال افريقيا بما فيهم جعل حلفاء ديال امريكا كنشوفوهم كيعانيوا مع هاد الوباء هذا مع ان الوباء بداء في الصين هذا هو الغريب في الامر حتوات الامر الصين يعني ما زادتش فوق ربعة وثمانين الف وليخ م размер من الرحل اللي مصاب مع انها كتوفر على اكبر عدد سكان في العالم يعني باش نكونوا واضحين اكبر عدد سكان ديالعالم كيتواجد في الصين حاليا الصين يعني احتوات الامر قدرت تحتوي يعني ذاك الكثرة ديالبشر اللي عندها في الصين وقدرت تحتوي الامر بهالطريقة هذي دبا حاليا كتقول بي ان اللقاح ديلها فعال وغايكون من بين احسن اللقاحات في العالم احسن اللقاحات في العالم اوكسفورد اه فشلت في التجارب السريرية وخرجت اخطاء روسيا ما خرجت تاشي خطاء والصين ما خرجت تاشي خطاء يعني خسنا غين نخدموشي شوية دلعقل وغادي نفهمو شن هو الاساس من هاد الوباء هدا اولي جا جا اصلا هاد الوباء باش يبين دول اللي كانت قوية في اضعف حلة هذا هو اللي بغيت نوصل لكم الاخوان اندوزوا لابن هدروه على الخبر الثاني اللي هو الهجوم العنصري اللي تعرضت ليه واحد كما كان قولوا واحد الكوبل ولا باريخة ولا واحد شريكين اللي كانوا في المترو ديال مادريد تعرضولو من عند يعني واحد الفتيات اللي ما وصلينش سن الرشد يعني كان هدروه على سبعتاش لسانة كان هدروه على سبعتاش لسانة تقريبا سبعتاش ستاش لسانة ونص بحلاكك كما كتشوفوا في الصور هاد الفتيات هادو هدي واحدة منهم يعني كان ضرقوا لها الوجه ديالها لانا هي قاصر خلطوه على واحد الكوبل ولا واحد شريكين كانوا يعني هما من امريكا اللاتينية كانوا قالسين في المترو ديال مادريد وابقوا كيعيروهم بالالقاب يعني كما عارفين تما الاسبان هنا يا كل مهاجر وعندو لقاب المهاجرين اللي هما عرب الموروس المهاجرين اللي هما من امريكا اللاتينية البانتيتوس والمهاجرين اللي هما افارقة نيغروس وكل واحد دياله لقاب باش نكونوا واضحين بالعنصرية اللي وصلة لها الدولة هدي والاخر يعني بدو كيعيروهم بدك اللقاب هاداك بدو كيعيرو لهم الامة هازيالهم وصلت بيهم الجراء انهم يدفلوا عليهم الفيديو هانا شتوه لكن ما قداش نديرو عندي في القناة ديالي لانا عندو حقوق طبع لانا دايرا وحت القناة خراب فذاك شي علاش ما يمكن ليش نحطوه وزيدون ذاك الفيديو هادك يبين لوجه انتع هاد القاصرات هادو وهاد شي يعني ممنوع في القنوات ديال اليوتيوب وهدي ممنوع تبين لوجه ديال القاصرين فهد شي علاش يعني كنقول هاد شي كامل هذا يعني علاش علاش هد شي كامل حيتش هادوك ماشي الدنب ديال 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 ذوك القاصرين هادوك الدنب ديال الاباء ديالهم اللي ربوهم على الكراهية ربوهم على العنف عباهم يكرهو الاخر ربوهم على عدم تعايش مع الناس ربوهم فانا كتح لي دائما واحد سؤال ودرته تعليق در تعليق في ذاك الفيديو اللي شتو كنقول دائما لو كان البشر لو كان البشر غاديقتسم هاد الكون هدا مع واحد مخلوق آخر عنده نفس العقلي عننا احنا ايه كنتصور مثلا كنتصور مثلا لينفريد الأسود عندهم نفس العقلي عننا احنا وخصنا نقتسمه الكون معهم فكنا غادي قدوه عن الكون تماما لأن البشر مع نفسه وما مراضيش وما حرك عدا يتلاثم على الآخر فالنصيحة اللي بغيت نعطيلي يعني هاد الناس هادو اللي كونشتوهم في الوقيتة يعني كان تبارك الله الراجل قدوه قداش وهادو برهوشات يعني كنقوله قاصرات يعني 18 العامة وصلين هاش يعني كون استعمل القوة ولا استعمل العنفة السيد هادا كون راه دمرهم كون راه دكتلاتا بهم كون راه ما خلاش فيهم وهو كان قلس متل الجماد وهاد الميصاج هادا كان بيعتبه للمهاجرين العرب اللي احنا دمنا سخون بزا فهاد شي عيش كنقول لكم هاد الادراء هادي هاد المهاجر كان كي لجماد كي بزقو عليه وهو قادس دير بحالها كما كيتتحركش ما كيتتحركش واحد البرودة ديالة دم عطاه الله سبحانه وتعالى الضراجة انه لم يحرك ساكينا وكان قادس وكانت واحد السيد اخرى هي اللي كانت كتصور كانت كتصور واحد اللي حدا بقوا كيدرقوه جوهم شوية تعصبوه لانها بقاد كتستفزهم كتقولوا مو درقوه دب وجهكم عايش ما قديجوش درقوه جاكم هادوك الثلاثة انتع البنات راهم معتقالات حاليا راهم معتقالات في سنترو سرادوس سنترو دي مينوري سرادوس يعني السيجن ما كان ندروش على سنترو دي مينوريس اللي كي خرج عند وليده في السيجن تعتقلوا ومشوا السيجن حنا في دولة حق يعني في دولة القانون دولة الحق ما يحتاش الانسان يدير العنف لانه مجرد هاتف وصور فاش تطرالك اي حادث يعني لي هو عنصري وتحس باراسك تعرضت العنصرية عنا سلاح في جيب دينا اللي هو الهاتف اتجبدو وغدي تصور داك شي كامل اللي كيترا وانا بنأكد لكم انفو غدي تجبد داك الهاتف هاداك داك اللي كيدير داك التصرفات العنصرية اما غي تراجع اما غي يزيد يدير كتر وفي هذه الحالة هدي غتكون شديتي عليه واحد التهمة اللي غدي يمكنك تصفتو بها في نيتربا هدا هو الخبر اللي بغيت نقصص معكم وبغيت نعطيكم هادا النصيحة هدي الانسان يبرد دمه ويبقي عارف يتصرف في داك المواقف هدي كان معكم سوفيا المرزوقين قناة سوفيا المرزوقين مساعة مواجهين في اسبانيا ونشوفكم ان شاء الله فيديو اخر وموضع اخر وتكونوا في احسن الحواج سلام عليكم